اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين ومملكة تايلند من علاقات مميزة أسهمت في الوصول لمستويات متقدمة من التعاون الثنائي مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة والدفع بها قدما نحو أفاق أرحب من العمل المشترك على كافة الصعود بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادت السيد بياباك سريت شاروين سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمل كسفير لبلاده بمملكة البحرين حيث أشهد سموه بجهود السفير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومواصلة العمل على فتح آفاق جديدة للتنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوسرى لما يوليه من حرص واهتمام على تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة مؤتمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر